اشتركوا في القناة منذ انطلاق البرنامج الوطني للتوظيف والذي جاء تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وهو يسير وفق أهداف واستراتيجيات خطة التعافي الاقتصادي والتي تمثلت في حرص مملكة البحرين على توظيف وتدريب المواطنين في مختلف القطاعات لتتولى من خلالها العمل على تعزيز أفضلية البحريني بالتوظيف في القطاع الخاص ما ساهموا بشكل كبير في رفع نسبة البحرينة في القطاع الخاص قريبا توظفت بسرعة قل من شهرين الحمد لله رب العالمين والمسؤولين الحمد لله رب العالمين كلهم كلهم وياي اوكي وشكرا جزيلا لهم ولكل من ساهم في وجودهني اليوم أولا فتحت موقع الوزارة وشيقت في الوظائف المعروضة وخلال أسبوع كلموني الشركة عشان اروح مقابلة وتشري أقبل مقابلة حتى ما أخذت فترة بعد أسبوع ثاني وقعت العقل ودومت جسور التعاون متواصلة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بتوفير وظائف نوعية ترتقي إلى طموحات الباحثين عن عمل وذلك بما يتوافق مع تخصصاتهم ودراجاتهم التعليمية فكفت هذه الجهود في قطاع التوظيف انعكس أتارها إيجابا على فرص توظيف الشباب البحريني من خلال بنك الشواغر في الموقع الإلكتروني التابع لوزارة العمل ليكون بوابة العبور للباحثين عن عمل للحصول على الوظيفة المناسبة لهم قدمت على الوظيفة من الموقع الإلكتروني لوزارة العمل وكان الموضوع بكل سلاسة وأريحية وشجع المواطن البحريني بحيث أن يقدم عن طريق هذا الموقع الإلكتروني إن المتتبع اليوم لما تقوم به مملكة البحرين لتوفير الاستقرار الاجتماعي لمواطنيها يجد أنها تعمل من خلال خطة استراتيجية تعمل على توليد فرص عمل نوعية من خلال السياسات والخطط والمبادرات المختلفة لتحقق من خلالها نتائج جيدة ومستدامة جهود متواصلة تقوم بها وزارة العمل لإيجاد المزيد من الوظائف للبحثين عن العمل والتي ترتقي إلى طموحاتهم وتطلعاتهم فمع وجود الموقع الإلكتروني والتي يتم من خلاله طرح كافة الفرص الوظيفية المتاحة للمواطنين أصبح الحصول على وظيفة شاغرة من خلاله بكل سهولة ويسر خولة لجرينيس بمركز الأخبار تلفزيون البحرين